تنفيذا للتعليمات التي أسداها سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني قررت الجزائر تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا و 15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية وذلك في إطار المساعدات التي تواصل الجزائر تقديمها لهذين البلدين والشعبين الشقيقين تضامنا معها على إثر الزلزال العنيف الذي ضربهما